السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية ضيق التنفس في المنام رؤية ضيق التنفس نبدأ برؤية المتزوجة قد تكون هذه الرؤية إشارة إلى عدم الرضا بالحياة الزوجية أو مشاكل وصراعات داخل العلاقة إذا كانت المتزوجة تشعر بضيق النفس في الحلم قد يكون دلالة على الحاجة إلى التواصل مع زوجها ومنقشة ما يسقل على صدرها قد تكون تلك الرؤية تحفيزا للعمل على تجديد الحياة الزوجية وإعادة إشعاع الحب والتفاهم أما العزباء في المنام إذا شهدت ضيق التنفس فدليلا على شعورها بالوحدة والاستياء من عدم موجود شريك حياة قد تكون هذه الرؤية دعوة لها لاستكشاف فرص التواصل الاجتماعي وبناء علاقات جديدة تساهم في تحسين حالتها النفسية أما رؤية الرجل في المنام إلى ضيق التنفس فتشير إلى تجربة الرجل لضغوط الحياة والتفسير إشارة إلى ضرورة إدارة الضغوط بشكل أفضل والبحث عن طريق تحقيق التوازن بين العمل وحياتك الشخصية أما المطلقة في المنام قد ترتبط بمشاعر الحرية بعد الطلاق لكنها قد تكون أيضا دليل على التحديات اللي بتوجهها المطلقة في تأسيس حياة جديدة لذلك تشاهد هذه الرؤية قد تدعوها هذه الرؤية للاستغلال هذه المرحلة لتحقيق التطور الشخصي واستعادة الأمور الإيجابية في حياتها أما الحامل فضيق التنفس في هذه الحالة قد يعكس الألأ والتوتر الطبيعيين خلال فترة الحمل يمكن تكون هذه الرؤية دعوة للحامل للعناية بصحتها النفسية والجسدية والبحث عن طرق للإصطرخاء والراحة لكن بوجه نعام فضيق التنفس في المنام قد يشير إلى تعرض الرأي لضغوطات في حياته نفسية ربما المرور ببعض الأزمات المادية التي تؤثر على الحالم ومن يرى في منامه أنه لا يستطيع أن يتنفس بصورة جيدة قد تشير رؤيته إلى شعوره بالحزن والاكتئاب والمرور بأزمات نفسية أو الفشل في أمر ما والله أعلم ضيق التنفس وطلب المساعدة من شخص من أجل الحصول على التنفس الاصطناعي تشير إلى حاجة الرأي للدعاء والمساعدة ممن حوله حتى يكتاز الأزمة التي يمر بها ولو رأى الشخص أنه يعاني من ضيق التنفس فرؤيته دلالة على أنه مهمل في حق شخص ما قريبا منه ومن يرى أنه يعاني من ضيق التنفس ثم خرج بعد ذلك إلى مكان مفتوح أو يتنفس به بشكل جيد الرؤية مستحبة لأنها تشير إلى انتهاء الخلافات والهم والغم وانقضاء الأزمات التي كان يعاني منها وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته